بعد يومين من الحديث عن أكبر كارثة حلت بالجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بحسب وصف الإسرائيليين أنفسهم بعد مقتل أكثر من 21 ضابطا وجنديا دفعة واحدة كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس تكشف النقابة عن العملية التي تبناها مقاتل الحركة في كمين مركب وتبث صورا من قلب الحدث كتائب القسام قالت إن مقاتلها قاموا باستهداف منزل تحصنت فيه قوة من الهندسة الإسرائيلية بقذيفة مضادة للأفراد أدت إلى انفجار الذخائر والعتاد الهندسي الذي كان بحوزتها ونسفي المنزل بشكل كامل عليها بالمناسبة هذه الذخائر كانت موجهة لتفجير بيوت الفلسطينيين عوما كتائب القسام استهدفت أيضا دبابة ميركافا فكانت تؤمن القوة بقذيفة اليسين 105 كما فجرت حقل الغام بقوة إسرائيلية أخرى كانت في المكان نفسه مما أدى إلى إقاع أفرادها جميعا بين قتيل وجريح ثم انسحاب مقاتليها إلى قواعدهم بسلام اشتركوا في القناة المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاكاري قال بعد ساعات من بيان القسام إن مقاومين فلسطينيين أطلقوا قذائف أر بي جي مما تسبب في الأرجح في انهيار أدى إلى انهيار مبنيين ومقتل مجموعة من الجنود الإسرائيليين في قطاع غز هكذا قال أمس بالمناسبة كان يوما حافلا بالنسبة إلى المقاومة الفلسطينية فقد بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهد الإسلامي مشاهدة تظهر استهداف تجمع لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جبل الرئيس شرق جبالها اشتركوا في القناة هذه الصور كانت لسرايا القدس أما كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية فكان لها النصيب الأكبر من توثيق دربات المقاومة للجنود فقد بثت مقطع فيديو يظهر رصد مجموعة من الجنود والآليات الإسرائيلية شرق جباليا قبل أن تصيبهم بصاروخ سعير إصابة أباشرة بسم الله بسم الله بسم الله منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا في هذه الصور والقصص أحمد بن راشد بن سعيد قال زلزال المغازي يوم من أيام الله كانت عملية عظيمة تملأ كل عربي أصيل ومسلم حقيقي بالفخر هكذا يقول إسلام عثمان قال كل الإعلام الإسرائيلي في حالة هيجان أو هيج كامل بسبب عملية مخيم المغازي ويناقشون بالتفاصيل الهجوم ويصفونه بالأعنف والأقوى في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر بينما كاتب أحمد مخاطبا جنود الاحتلال الإسرائيلي هل تظنون حالكم أو أنفسكم في رحلة سياحية من أجل الاستجمام لقد دخلتم هكذا يقول دخلتم الوحل ولن تخرجوا منه أبدا أحيا هكذا يقول ترجمة نانسي قنقر